وفي مواجهة ثانية جمعت بين فريقي سريع واتزم وأولمبيك خريبغا شهد الشوط الأول توقيع هدفين ففي الدقيقة الحادية والعشرين ومن ضربة جزاء استطاع اللاعب حسام أمعنان توقيع هدف السبق لصالح فريق أولمبيك خريبغا وبعد مرور 17 دقيقة تمكن فريق سريع واتزم من تعديل الكفة عن طريق اللاعب حسين رحيمي ونهاية الشوط الأول في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الرابعة والسبعين أضاف أولمبيك خريبغا هدف الفوز من قبل اللاعب تومي صونغ أوريبوني نتيجة هدفين مقابل هدف واحد جعلت فريق سريع واتزم يواصل احتلاله للمركز الأخير برصيد 15 نقطة في مرتقة أولمبيك خريبغا للمركز 11 برصيد 27 نقطة